ايه هرعبك على اللذبع سلوء بلا زيت وبلا زبدة عندي اذنا كيلو ديال الدقيق محمر في الكوكت اولا كنا سيدادك شي اللي بغات كيلو ديال جنجلال نص كيلو ساين للسانة ونص كيلو متحون بحل بحل قاملو ولا بحل تحينة كيلو دياللوز مسلوق مقشر اما محمر في فران كما ادرت انا واما مكلي نص كيلو على اللسانة كم تحلو مزيين 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 بحل قاملو ونص كيلو كيبقى مهرمش مهم مية وخمسين جرام ديال لسل اولا سكر غلاسي وكل سيدا كبديدو تنقش لاسل الاحبط ايه بكيها صغيرة ديالشكلات بودرة اللي كيعطي لون رائع في اللوت يبغى يديرو يبغى يسترنالي اذاك شي كيبقى خساري ايه اربعة ديال للمعالقتبيرة ديال القرفة متحونة اربعة ديال معالقتبيرة ديال ايلان متحونة مزيين فهذا تبقى اختياري واحد المزاقة 2 اربعة ديال المعالقة ديال النافع او لا جوج نافع仔 هو جوج حببت حلاوه متحونة ايه إربعة ديال معالق ضرعت الكتن اما مهرمشة او متحونة او صينة كل واحد Instead ngh przez layering الكروية قبصة ملش نصف مع القادية المسكة حرة مطحونة مع القليل من السكر أو مع الفاني وهذا حالة لسالة في قصعة أو لسعجانة سنخلط جميع المكونات مع اللوز نهرمش والججران ساين سنقوكن بس بسوء بشي كامل بين يدين وغدين ديوه الابتار ديونا يتحنوني لنا واحد جوج ثلاثة دلمرات إما العبتار وإما اللي يتحنون اللوز او ثلاثة دلمرات اللي ما بغى شي يتحنون بواحد الخلاط كهربائي عنده في البيت يتحنون مزيان الخلاط دياله ما يتحن شي مزيان يقدر يضيد معه واحد جوج مع القنز بغدش كيف هال عملية صحي يكا ندير الكل اولى اللي ما عندهش مثلا قاعد الخلاط يدير الكل في الاججانة وخلوه دلك مزيان دلك مزيان حتى يخرج دك الزيت دك الزيت دياله وفي آخر مرحلة للنسانة كان بيفو دك جوجلان حتى يكون دك شطفر مزيان وكل شي كان بيفو دك الجوجلان اللي ساين ودك اللوز اللي مهرمش وكان جنوف كلو دياله وكان قدموا انا في التقديم ديالي درتوه في واحد الكادر على واحد طبق ديال التقديم حييت الكادر ودهنت العسل في الجوانب وفقت اللوز افلين اللي بيجح مرتوه في الصران مية ومن فوق ذو وقته باللوز حييت بابلويذات فكيجي منضر راقي وشكذر مزاديد ما فين عم بخيست يشكلت منضر تبارك الله عليك الله يعطيك صحة يشكلتك بزاف لهذا اقتراحات الاسف ما بقاش ان الوقت باش ناخده يعني الاقتراح الاخير واكيد ان شاء الله في حلقات مقبلة صفاء ام اروى اكيد ان شاء الله غادي ناخده هاد الاقتراحات وما زال تعتنا اقتراحات ان شاء الله اشتركوا في القناة